في ناس كتير للأسف يعني ومن غير ما تدرى بتتجاوز وبتسي الأدب وهي بتعلق على تصرفات فشاخة الرئيس لما بتشوف منه ممارسات استعلائية أو بتحوطوا مظاهر من العظمة أو التفخيم المبالغ فيه فيبدأوا ينتقدوا التصرفات دي ويقولوا أنه نصب نفسه إله والحقيقة أن الكلام ده فيه تجني وفتر هما اللي حاوليه بيحاولوا نصبه نص إله الحقيقة مش إله كامل حتة واحدة يعني بص هو إن كانياته ما تأهلوش يكون ربع إله أصلا طوله يدوب كده فقرر أنه يصدر نفسه على أنه نبي أسهل ومن هنا بيجي السؤال عن طبيعة الدول القمعية ومعها طبيعة الديكتاتور في علاقته بشعب إزاي بتتخلق حالة القداسة دي للحاكم وإيه العوامل اللي بتحوله لصنم بيستمدوا قوته وتأثيره من رضوخ الناس وخفهم وإيه الدوافع اللي بتخلي الحاكم وحشيته كلها يبقوا حارصين على تثبيت حالة المهابة والتقديس دي لحاكم هو في الآخر إنسان محدود من لحم وعجوة وهل الديكتاتور نفسه ممكن الحالة توصل بيه إنه فعلا يصدق نفسه إنه إله ولا نبي أو حتى شخص خارق مفيش منه اتنين خلونا نشوف من بداية البشرية قبل ما يبقى فيه دول وحدود وحكومات وقوانين ودستيره بتاعه كانت المجتمعات أيمة على شكل القبائل والجماعات وعشان يتظبط إقاع الحياة جوى الجماعة أو القبيلة أو بعدها الممالك والإمبراطوريات وكل أنواع الحضرات القديمة كان لابد من وجود حاكم يسيطر ويحكم ما بين الأفراد وبترسم من خلاله شكل وطبيعة العيشة جوى الجماعة وتتنظم عن طريقه حياته في كل أمورهم بقى من أكل وشرب وشغل استقرار وأمن وسلام ولأن البشرية ما كانتش لسه وصلت للتطور اللي بيعيشه العالم دلوقتي فضل العالم برضو ما يعرفش أشكال الحكم وطبيعة العلاقة بين الشعب والأنظمة اللي دخل عليها كتير من التغيير والتطوير من بداية القرن السبعتاشر لحد العصر اللي احنا فيه كان في الزمن ده الحاكم هو كل شيء وعلى اختلاف سمات وطبيعة الشعوب كانت النظر للحاكم هي نظرة هيبة وقداسة لا تمس ما فيهاش نقاش ولا جدال كتير من الحضارات كان الحاكم بالنسبة لها هو اللي في إيده الحياة والموت هو اللي بيرزق هو اللي عن طريقه البشر وحتى البهاي بتتكسر وهو اللي بيملى البحر سمك وهو اللي بيحرك الريح أو بيوقفها والشمس بتطلع أو بتغيب من مصلحته هو اللي على إيده الشجر الناشف بقى ورور والطير بقى لعبة متهور الحاكم كان بيبصله ساعات على أنه نصف إله أو ابن للآلهة وأحيانا بيكون الحاكم هو الإله نفسه الهبة والقداسة دي يعني في كتير من الحالات كانت بتصيب الحاكم نفسه فتعجبه الحكاية بقى ويدعي الألوهية عادي جدا وغيره كان المناخ اللي حواليه بيخليه حرفية أن يصدق نفسه أنه إله فعلا الحاكم كان هو الملجأ لما الخير يقل أو تحسى الكارثة أو المطر يتأخر الحاكم كان هو كل حاجة وفي إيده كل مصالح الشعب بصفته إله أو شبه إله المهم أنه فيه حاجة خارقة للطبيعة في الموضوع لدرجة أن الشعوب من كتر ما بيستقر في عقلها الفكرة دي ما كانوش بيغلابه برضو لما بيكتشفوا أن الإله ده بيصيبه اللي بيصيب البشر عادي ممكن يمرض أو يموت أو يتأتل في حرب ولا انقلاب على حكمه مثلا هنا بقى الرصيد المتخزن من الجاهل والعبودية للحاكم بيتحايل على الموقف ده لما بتحصل كرسة طبيعية مثلا أو يتفشى وباء أو مجاع هنا بيتحول غياب الحاكم للعنة وأن اللي حصل ده سببه غيابه أو بسبب الإساءة اللي حصلت ليه يعني غيابه لعب في نظام الكون نفسه يعني من الآخر احنا بنتكلم عن تاريخ بداي وثقافات وعادات وثنية بتطفي على الحاكم صفات أعلى وأرقى من باقي الناس لحد ما وصلنا لأنظمة الحكم في القرن العشرين والواحد والعشرين أو بمعنى صح لو هنتكلم عننا يعني هنقول ديكتاتوريات القرن العشرين حكامنا جدد بقى وصلوا للحكم في وقت اتغير فيه النظام العالمي تماما وأصبح فيه شكل جديد للجماعة أو القبيلة وبقى فيه مساحة جغرافية اسمها دولة والظروف نفسها اتغيرت واتغيرت معها الثقافات ومستوى الوعي والتعليم واتغيرت تماما نمطية النظرة الوثنية النظرة اللي كلها مهابة وتقديس للحكم هنا بقى ظهرت المشكلة بالنسبة للديكتاتور وأدوات الدكتاتور في السلطة ولو هنكون محددين عشان نقرب بالفكرة يعني مش هنلاقي نموذج أوضح من ممارسات السيسي ونظامه ومؤيدين مشكلة الناس دي كلها بتتلخص في رغبتهم ورغبة السيسي نفسه في ان الحالة الوثنية دي في علاقة الحاكم بالشعب هي اللي تفضل سيدة وهي اللي تبقى منهج واسلوب حياة للدولة كلها حاكم وشعب ومسؤولين الرئيس اللي عايش في دور ظل الإله وريث العروس القديمة وسليل الأسرة الفرعونية البلحية الزعيم اللي من حقه يتسابل وحده ويتمقتر بزهو وعظمة يستقبل أجداده الملوك في احتفال مهيب ومتكلف ملياراته يا حلوة هذا لا حايا أمام شرفت إخواتك الأربع يا حلوة هذا لا حايا أمام أمام شرفت إخواتك الأربع المهم إن لقطة العظمة والكبرياء تتعمل والفرعون العاشق يبقى جاهز للاحتفال مش مهم بقى الشعب بيعاني قدين أو الدولة اللي بتتفشخر بالحفلة ده وبتزيعوا وبتصوروا وبتعزم عليه رؤساء وملوك الدول اللي هي نفسها اقتصادها منهار لأي مدى كل ده مش مهم طالما الحاكم بخير ومزاجه رايق واتبسط من الحفلة لأن نجاح الحفلة وتمرير اللقطة الحلوة وتوصيل رسالة سيطارة الحاكم وحب الناس ليه ورضاهم عنه من خلال اختزال الشعب في شوية الهتيفة والجمهور اللي واقف له يبصروا بهيبة وانبهار وتقدير كل ده هو الهدف حد ذاته وهي ده النظرية اللي بيحكم بها السيسي وهو ده منهجه ومنهج اللي بيدعموه من أول لحظة سواء أدواته في السلطة من إعلام وفن ودراما ورجال دين أو نظرية قطاع من مؤيدي من الشعب نفسه لسه عايشين وفي تكوينهم نفس جينات عبيد الحاكم نتيجة لظروف وعوامل من الجهل والتخلف اللي مسؤول عنها برضو هي نفس السلطة برضو اللي مصلحتها وضمان استمرار امتيازاتها ومنافعها مرتبط باستمرار حالة تقديس الرئيس والحالة دي لما بيلقطها الرئيس وخصوصا النمازج المشوهة نفسيا زي حالة السيسي ما بيرفضهاش أبدا ولا بيعترض عليها بالعكس ده بيلعب على حبالها وبيأكدها وبيبقى حريص على تثبتها لدرجة انه لو سمع بودنه يعني واحدة من دراويشه بتطفي عليه صفات مش بس صفات أنبية ولا صحابة ده الصفات ما بتتقالش غير عن ربنا سبحانه وتعالى مش هيعترض ولا هيصحح الكلام وهيقباله عاجي جدا الحاكم عندنا في العالم التالي متدين على فكرة ولازم في سياق كلامه يجيب سيرة ربنا كتير ويحترم ويوقر أنبياءه إله إيه بس استغفر الله العظيم الدعاء اللي قلوه هي ده كان زمان أيام العصور الوسطى والتاريخ البعيد كلام ده معادش ياكل دلوقتي والحاكم لو صرح بكده مهما كانت درجة شعبيته وسيطرته وسلطته لو ما ترماش في السجن هيترمى في مستشفى الأمراض العقلية والحكم هيمتزع منه وهيفقد سلطته أنا إنسان زيكو أخوان بس لحظة واحدة معلش إنسان آه بس إنسان مش عادي ده اللي لازم يتروج طول الوقت ويتروج من الكل الحاشية بكل فروعة هتعمل كده وما فيش مانع إن الحاكم بنفسه يوضح ده ده ربنا خلق نير طبيب أوصف طبيب أوصف الحالة ودي حنعمل من ربنا الدهل اسمعوها مني لأن حتى هم دلوقتي كل الدنيا بايقولك لا اسمعوه مين الدنيا؟ خبراء المخابرات والسياسيين والإعلاميين وكبار الفلاسفة لو حبيبه الحكام اللي زي السيسي يعني ما بتظهرش كراماتهم كده فاجأة على كبر مش في يوم وليلة كده تحول لطبيب فلاسفة وما كانش واقف تحت نخلة بساعة عصاري لا ربنا بيكلمه وبيقوله هديك البرك ولا كان بيتمشع على الترعة فشاف واحدة لابس عبايا صمرة فرح يسقطها لاها مصر وقعد بقى تحفزه في رسائل يقولها للشعب لا خالص الموضوع بيبقى قدر مكتوب مترتب من زمان ولازم الشعب أو الرعية بقى تعرف انه من هو في اللفة ظهرت عليه إشارات الملك والعظمة من هو صغير كان طفل معجزة زكي لماح متكلم لبق متفوق بشكل استثنائي في دراسته قدوة لغيره من الأطفال أو المراهقين اللي في سنه أصحابه في فترة شبابه كانوا بيفكروا يروحوا فيلم إيه في السينما هيطلعوا صيفه في جامسة ولا في بلطين لكن هو حاجة تاني كان بيفكر في مصر ومستقبلها كان بيدعي ربنا انه يديله فلوس مش عشان يجيب جزمة جديدة ولا حزام يشدله البنطلون عشان يعرف يرفعه لحد صرته لا ده كان عشان يغني الناس كان بيطلب من ربنا مليار دولار في وقت كان الجنيه عمله أربع دولار يعني كان بيدع بالغلط أساسا بس مش هنتلكك له شوش كان طفل صغير مش عارف يعني المهم في الموضوع ان طفولة الحاكم كانت غير كل الأطفال طفولة بتنبق عن شخص غير عادي مدعوم من السماء مؤهل دون عن غيره للإعادة على كرسي السلطة سبحان الله انت عارف يا بني وانت صغير كنا بنخاف عليك قوي عشان كنت سابق سنك ودايما كده جوابك حاضر على طرف لسانه كنا خايفين عليكم لأدنين الناس كنا دايما ما خبيهين بس احنا يعني خبينك ساعدة عشان تطلع دلوقتي في وسط الناس كلها تشوفا وتسمعك ربنا أحفظك يا بني في زماننا المعاصر ده زي ما قلنا معادش ينفع ان الرئيس يدعي انه إله لكن لا غنى نهائيا عن استحضار البعد الديني في حكمه البعد ده هو اللي بيديله الهيبة والقداسة وبيساعد مع مناخ الجهل والتواكل لنظامه طول الوقت بيسعى لنشره بيساعده ان يكون مميز ومختلف ومنفرد لوحده بسلطات وامتيازات تهيأ للناس انه مفيش غنى عنه وانه موجود فيه صفات تماهد للناس انه هو الوحده المستحق للاحتكار كل شيء محتكر الحكمة والقرار محتكر القوانين يحتكر الارزاء يحتكر حتى القرار في حياة الناس او موتهم وكل ده مش لانه شرير ولا ظالم ولا التال أو تلا بالعكس فهي مكنتو كشخص غير عادي يعني كتر خير واحد زيه في مآم الأنبياء او الصحابة انه رضي حكمنا اساسا كما ابتعث وارسل من قبل رجلين موسى وهارون ارسل رجلين وابتعث رجلين ما كان لأحد من المصريين ان يتخيل ان هؤلاء من رسول الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو خرج السيسي ومحمد إبراهيم وربنا نزلين عمر بن القطاب يعني هاولك ايه على السيسي فتح السيسي ده عمر بن القطاب يعني انتو فاهم هذا ايه انه يجي ينزل ويحس بالشعب كل دي سلوكيات ومظاهر وأفكار بتكون نتيجها فرض صورة للرئيس في نفوس الناس كأنه خليفة أو إمبراطور أو سليل عيلة ملكية حكمه وتسلطه على الناس وقعدته على الكرسي هي قدر مكتوب إرادة إلهية وتتنفذ بصرف النظر عن ان في حاجة كده اسمها انتخابات حصلت ولو بالكدب حتى أو إن الزمن متغير وأنظمة الحكم تغيرت والمناصب اللي زي كده بقت سباء انتخابي ومرشحين ولو بالتمثيل دخلوا منافسة مع الحاكم ظل الإله على الأرض ده كل ده أساسا هو اعتراف واضح وصريح بأن كل الهاري والفرهدة والسندي والطوبير كل ده عند الدكتاتور ودرويشه سواء الدرويش السزج أو الدرويش الصيعة كل ده بالنسبة لهم بلح وفكرتهم عن الحاكم المقدس متعرضة أصلا مع فكرة إن حد ينفسه أو بمعنى أصح ينزعوا بقى في الملك كل الكلام ده زي ما هو وسيلة للنفاق والتملك والتقرب للحاكم بأمره ده وليه الأمر اللي بيقيده كل شيء واللي رضاء بالانسحاق والطاعة دي بيفتح لمؤيدينه أبواب المصلحة والامتيازات والنفوذ هو برضو وسيلة لإقناع باقي الناس بقدسيته وتمييزه ساعتها بيبقى سهل جدا إن اللي ضده يبقى ضد الله والوطن يبقى كافر يعني واللي يكرهه أو يعرضه يبقى بيعرض إرادة ربنا اللي اصطفاد للحكم محدش من البشر اصطفاه ولا اختاره دونا عن غيره حد يكون عنده رفاهية إنه يختار شخص تاني غير اللي السماء شورت عليه واللي توعد بالحكم من صغره وعرش مصر محجوز له هو سايب إيديه ومن المنطق ده بيلاقي الحاكم بيصدق نفسه فعلا أو حتى لو مش مصدق فهو بيسعى لترسيخ الفكرة دي في العقول وهسماعكو بمناسبة وبدون مناسبة دعاء سيدنا يوسف ما فيش حد حسن من حد هو حلم وجات لرؤية وبقى في ايده خزايا المصر وانا برضو تهريت رؤى وأحلام واعترضوا بقى على أرادة ربنا يعني مثلا شفت في المنام بالنسانين تقول لك جدا إنه رفق سيك وقتبع لي لا إله إلا بابا باللحمر دع من 35 ساعة لا إله إلا الله لن أحمد باللحمر نعم بسيك وإنه في إيدي ساعة عليناك مخاضرة ضخمة جدا أمجا والناس بيسأل بيقولوا إيش معنا أنت اللي معك الساعة يفضلون مساعدة اسمي هي أمجا وأنا قابل الفتح يعني إذا حضرت الأمجا مع العالمية مع عبد الفتح مشانا اللي تفسد منها مثلا يعني المنام تالت هنديك اللي مدنيوش لحد والخلاصة إننا في الحالتين سواء بنتعامل مع مختل حقيقي طريقته هي الدروشة وأسلوب خطابه وتعاملاته مع الشعب وإنه مصدق إنه متميز وخارق للطبيعة أو سواء بنتعامل مع دجال نصاب منهج والاستعباط والدعاء النبوة لتحقيق أغراضه وأغراض عصابته في الحكم والسيطرة في النهاية لا يصح إلا الصحيح والزمن اتغير ومنافذ الوعي والثقافة اتعددت والناس ما بقتش مجموعة من الأطفال أما السزج المغيبين من صفاتهم يعني اكسير الحياة ومخزون البنزين الاستراتيجي اللي بيحرقوا الدكتاتور عشان حكم ويدوم خلاص بيقلق وبيفوقوا يوم بعد يوم ومعادش بيأكل معهم الاستهبال وطليط الكذب والغش بواجهة أخلاقية ونورانية وأخيرا النمازج اللي زي السيسي دي مهما حاولوا يغطوا على جرائمهم وفسادهم باستدعاء العظمة والتميز عن باقي البشر سبحان الله التجربة أثبتت إن المهابة والشموخ الكذاب اللي كان بيأكل زمان مع شعوب العصر الحجري أصبح دلوقتي كنز استراتيجي للكوميكس والميمز والنكت وإن كل دكتاتور غبي لو أمراض السلطة وجنون العظمة تملكوا منه وصدق فعلا إنه متميز عن البشر واتكونت عنده قناعة إن المجتمع محتاج لوجوده الدايم حتى لو الظروف ساعدته والعمر طالبي هيعد قد إيه يعني هيروح فين من الشايخوخة والعجز هيفضل برضو في نظر الناس مدعي ونصاب وهتبقى وجهة نظر الناس في إنه مجرد شخص تافه بيدور دايما عن الأغلى الأكبر الأفخم كهدف أساسي يداري وراء دونيته وضعف شخصيته وشعوره دايم بالقلق على هبته ومركزه فتكون النتيجة إنه يتحول لمسخ ونكت على كل لسان ونشوفكوا على خير إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر